أهلا بكم أحباء الكرام في الحلقة الماضية ردنا على التحدي الذي قدمه أحد الدعاء وقلنا بأدلة دامغة من المخطوطات القرآنية القديمة بوجود أخطاء نسخية متكررة على الأقل في مخطوطتين مختلفتين ووصلنا لنفس النتيجة التي تقول إن القرآن لم يكن محفوظا في الصدور كما يعتقد على الأقل إلى عصر تدوين هذه المخطوطات التي قدمناها اليوم سوف نتحدث عن أخطاء نسخية واقعت في المصاحف التي أرسلها الخليفة عثمان بن عفان إلى الأمصار وذلك بحسب المراجع الإسلامية التي تخص القراءات المختلفة وعلى رأسها كتاب المصاحف للسجستاني وكتاب المقنع لأبي عمر الداني توصلنا إلى 46 خطأ النسخي ترتب عن ذلك اختلافات في معنى بعض الآيات لكن كل هذه الأخطاء أو يمكن تسميتها أو نسميها اختلافات تفيد أن القرآن لم يكن محفوظا فعلا في الصدور أثناء تدوين مصاحف الأمصار كما يعتقد رغم نقل كل النساخ من نفس المصدر وهو مصحف الإمام في عصر الخليفة عثمان بن عفان نبدأ بالخطأ الأول وقد وقع في مصحف الشام في سورة البقرة الآية 116 في كلمة وقالوا سقط حرف العطف وكتبت قالوا بدلا من وقالوا المثال الثاني في سورة البقرة كذلك الآية 132 والكلمة ووصى نقلت في مصحف الشام ومصحف المدينة وأوصى بدلا من ووصى ثم في سورة آل عمران 133 كلمة وسارع وسارع نقلت في مصحف الشام ومصحف المدينة بدون حرف العطف سارع وهذا اندل على شيء بوجود هذين المثالين في سورة البقرة 132 والعمران 133 فإنما يدل على أن أحد المصحفين أخذ عن الثاني علينا فقط إيجاد ما هو المصحف الذي أخذ عن الثاني للجواب على هذا السؤال نجد مثال آخر كمثال أول تفرد به مصحف الشام وذلك في سورة آل عمران 184 بدلا من الزبر نجد وبالزبر مما يدل على أن مصحف الشام أخذ من مصحف المدينة فعندما أخطأ مصحف المدينة في كلمة وأوصى في سورة البقرة 132 نقلها ناسخ مصحف الشام بنفس الخطأ لكن أخطأ متفردا في المثالين الأول البقرة 116 والمثال الرابع آل عمران 184 وعلى العموم ففي كل أخطاء مصاحف المدينة تجدها موجودة في مصحف الشام وليس العكس مما يجعلنا نقول بثقة إن مصحف الشام نقل دون شك عن مصحف المدينة ننتقل إلى مصحف مكة فتجده على سبيل المثال تفرد في خطأ وذلك في سورة التوبة الآية 100 عند عبارة تجري تحتها الأنهار جاءت بالجر تجري من تحتها الأنهار بزيادة من هذا المصحف اشترك في نقل أخطاء مع مصحف المدينة وبالتالي مع مصحف الشام لأن هذا الأخير كما قلنا نقل عن مصحف المدينة والمثل المشترك بين هذه المصاحف الثلاث نجده في سورة الكهف الآية 36 لأجدن خيرا منها منقلبا والحديث عن إحدى جنتي الظالم بينما في مصحف مكة والمدينة والشام جاءت كالتالي لأجدن خيرا منهما منقلبا منهما بدلا منها وبحسب هذا المثال يمكن التساؤل عن المصحف الذي أخذ من الآخر هالمصحف المدينة أخذ عن مصحف مكة أم العكس؟ المشكلة التي صادفتنا للرد على هذا السؤال هو أننا لم نجد كل أخطاء مصحف المدينة موجودة في مصحف مكة ولا العكس فيبقى أي فرضية مجرد تخمين فقط ننتقل إلى مصحف الكوفة فنجده قد اختلف عن باقي المصاحف في صورة الأنعام كلمة أنجيتنا مكتوبة أنجانا وكذلك في صورة الأنبياء لآية أربعة قال ربي بدلا من قل ربي وكذلك في صورة المؤمنون لآية 112-114 وياسين 35 وغافر 26 والأحقاف 15 بينما يشترك في نفس الخطأ مع مصحف مكة في صورة محمد 18 عند كلمة تأتيهم بدلا من تأتيهم بمدلياء ولا ندري بالتدقيق هل هي صدفة أم أحدهما أخذ عن الثاني ولحسم الموضوع شكك الكساء في هذه القراءة عن شيخه أبو جعفر الرؤاسي الكوفي وبالتالي يمكن القول أن مصحف الكوفة نقل فقط عن مصحف الإيمان ننتقل الآن إلى مصحف البصرة ونجده أقل المصاحف وقوعا في أخطاء فقط في صورة المؤمنون الآية 85 87 89 فكلمة الله تكررت في هذه الآيات الثلاث بدلا من كلمة لله الخلاصة يمكن القول بأن كل المصاحف أخذت عن مصحف الإيمان ما عدا مصحف الشام الذي أخذ دون شك عن مصحف المدينة وكل المصاحف دون استثناء وقعت فيها أخطاء نسخية ويمكن قبولها كأساس قراءات مختلفة أنشئت مدارس في القراءات المختلفة تسمت بأسماء هذه المدن المذكورة لكن بينت وبلا شك إمكانية وقوع أخطاء نسخية تكررت في مصاحف أخرى كما وقع في مصحف المدينة ومصحف الشام مما يدل على أن القرآن لم يكن مرة أخرى محفوظا في الصدور كما هو معتقد لأنه لو كان كذلك لا أصلح المسلمون الأوائل هذه الأخطاء ولما أصبحت ضمن القراءات المختلفة العديدة هذا من جهة أما من جهة أخرى فهذه المصاحف لم يبقى منها مصحفا واحدا كدليل مادي على جمع القرآن وتدوينه كلها واجهت مصيرا مجهولا لا نعرف عنه شيء هل أكلتها نيران الحروب أو دفنت تحت الرمال حتى لا تبقى شاهدا على ما قيل لنا من روايات لكن ما يتير الانتباه هو وجود طرص صنعاء D.A.M.01 شرط 27.1 الذي يختلف تماما عن هذه المصاحف مما يطرح فرضية وجود مصاحف أخرى مجهولة لا نعرف عنها سوى بقايا ما وجدناه على هذا الطرص وقد حاول النصاخ تمس هذا المصحف بمحو نصه وكتابة نص آخر فوقه ولو لا تطور العلم وكشف هذا النص بواسطة الأشعة فوق البنفسجية لما عرفنا بوجود مثل هذا المصحف المجهول والغريب أن بعض الشيوخ والباحثين أمثال الدكتورة التونسية أسماء هلالي حاولوا تمسه مرة أخرى والقول عنه مجرد كراسة بين أيدي الطلاب يتدربون على رقع كتابة النص القرآني دون تكلف أنفسهم عناء التدقيق في كلمات هذا الطرص وقراءته قراءة صحيحة وقد تكلمت في هذا الموضوع مرارا وتكرارا كل ما يهم هؤلاء الشيوخ الباحثين هو سلامة القرآن من أي تغيير أو تبديل نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر